اهلا بكم اهلا بكم على القناة كريستينا حانا والذي لا يعرفونيش انا اسمي كريستينا حانا على اليوتيوب وبعمل فيديوهات تجميل هنا لان انا عارف ان هناك كثيرة كثيرة مشتركة جديدة فاهلا بكم على القناة بتاعتي اول تفكير ان انا كنت عايزة اعمل ميك اوب الراعة بكوز اعمين بس تاني حاجة كنت عايزة اعمل شعري معاكم في الفيديو بس اتهايليش ان انا حلح اخالص لان الوقت متاخر الميك اوب ده انا عملته في ليلة راس السنة وانا عملته ومن ساعة ما انا عملته يعني كنت مدمنة مدمنة على المنتج اللي اما حطاه على عناي اللي هو من عنده جورجو ارماني المهم هكلمكو على المنتج ده في الفيديو بعد شوية بس المكياج بتاع العيون عايز اورهولكو امين يعني يعني حد يقولي يعني الكمبنيشن بتاعت الالوان دي لايقه بطريقة فزيعة جدا وانا شايفها الرومانتك خالص لو هتلبسي فستان اسود او هلو تلبسي مثلا طق محل وكده الشيك علشان ما هتخرجي في الفالنتين او لو عندك اي حفلة تاني فقبل من اتاخر ما تنسوش تشجعوني انا عايز القناة دي على قد ما نقدر توصل لتلتميت الف مشترك في اخر شهر اثنين فكريستينا للتلتميت الف مشترك ساعدوني تنسوش تدوسوا على الزراير اللي تحت ايوه بصوا شواء ثانية كده ثانية بصوا اوه في زرار احمر مكتوب عليه الاشتراك تاني حاجة حبي الفيديو لايك ده فيديو لو الميك اوب ده علميكم ما تنسوش تكتبوا لي تعليقات بتاعاتكم سو يلا من غرفة اخر يلا نبتدي الفيديو انا مش عارفة قد ايه من البلوزة دي انتوا شايفين بس ايوه مكتوب عليها سبايز بيب لان انا تسعين في المئة من الوقت مش بكون موجودة هنا فاسمي سبايز بيب سبتدي النهاردة قبل ما احط اي حاجة هحط اللي هو الماك زي ما انتوا عارفين انا بحضر البشرة كويس جدا 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 قبل ما اعمل اي ميك اوب خصوصا في الدرجة الحرارة عندنا بيكون الجو يعني ايه مميت خالص للبشرة لانه بينشوفه جامل فانا طبعا محضر البشرة كويس جدا وبعدين اللي انا بحب في تحضير الميك اوب انه انت كأنك بتعملي حاجز كده بيحافظ على بشرتك من المنتجات اللي انت بتحطيها يعني مثلا لو ما كانت كويسة جدا دلوقت زي ما انتوا عارفين ان انا عامل العملية بتاعة الشامة هنا فعلى طول زي ما انتوا شايفين بينا محمدة كده شوية فهروح اعمل شوية قبل ما اعمل الميكياج علشان على بال ما اعمل الميكياج اللي انا حطى يكون نشف شوية فهاخد بس فورشة صغيرة كده فورشة براش يعني حرشها شوية زي فكس فلوس كده وهستعمل مرة تانية البالت اللي هي انفاليبول تورو كوفر من عند ميكا فوريابر اللي هي عند لوريال وبس كده هعمل زي خفيف كده علشان اعمل اللون الاحمر ده اللي موجود لازم يروح خالص بس عمتا انا ممكن اقولك دلوقتي لو انت عايزة تعملي العملية دي اعمليها دي كانت حتة كيكة صغيرة كده عملتها كانت سهلة جدا مكنش فيها اي وجع ولا اي حاجة صعبة خالص بجده انا كنت مبسطة بالعملية جدا هستعمل دلوقتي الكوريكتر الاحمر ده من عند ميكا فوريابر اللي هو اولترا ايش دي بس علشان اعمل تصحيح الاماكن اللي انا حاسها غرقة زيادة عن اللزون وكنت ابتديت الميكاش بتاع العيونه وحطيت البرايمير بتاعي اللي هو كنسيلر اللي غيرل حطيته كبرايمير وفقه حطيت البودرة الحلوة جدا دي من عند ماك اسمها ميليوم بلس نكستو ناثن باودر هوريها لكو دلوقتي شكلها كده دي والباودر اللي انا وردتها لكو في اخر فيديو دول البودرتين اللي انا بحب اسبب透 بيهم جامد المكياش بتاعي ليومين دولا ما حتى انا وسيت اقولولوا ان انا بحجرب بل spool جديد النهاردة بيور كاسمتين اعمل اتيان ارتيجا لو انرا في جميع التجربة درجو اه 키� meat تابع به على الاستقرام لانه اصلا ميكوب ارتس كبير جدا بيعمل المكياج بتاع كل المموصلين وبتهائلي كزا مرة عامل المكياج بتاع اريانا جراندي فانا فرحانة جدا ان البالت بتاع تدي الالوان كلها بجد عجباني جدا فهنجربها مع بعض نشوف اذا كان التكشتر وكل حاجة يعني عجبانة في الاشاروس دولة ولا لا ولما تفتح البالت في حاجة حلوة جدا اني في كلمة عليها هوري كده الوقت استمي لما تفتح البالت بيجي زي ورق كده بلاستيك عليها بيقولك هو يكتب لك حاجة وماضي عليها من تحته انا عن نفسي لو هعمل البالت في يوم من الايام هاخترع البالت اكيد هسيب لكم رسالة حلوة جدا فيها مكتوب ميكوب السوف اكسبرشن معناتها ان المكياج معمول علشان تعبري عن نفسك مفيش قواعد يعني لازم تمشي وراها وانا بحب اي حد يديني حريتي الف في المية فطبعا لما لايك حد يكتم حاجة زي كده في البالت مكياج طبعا بمبسط جدا لان احنا منتفرج على طول على فيديوهات اليوتيوب ونحس ان على طول كأن في حاجات لازم نعملها وانا في كذا حاجة مثلا انا اتفرج على ناس اقول تبوكي الحاجة تطلع على الموضة بس انا لما بعملها على نفسي ما بتلاقش مثلا البيكينج ده ما بيلاقش علي خالص فانا عايزاكو تحسوا بنفس الاحساس ده عايزاكو لما تسيقوا تعملوا ميكوب او اي حاجة في حياتكو حسوا ان يعني كل واحد اللي يلقلو ويليق الحاجات بتاعتو فمش لازم انت لو في موضة كبيرة ماشية مش لازم انت تمشي وراها مع اللون اللي هو اسمه popular هنا فانا استعملت اللون popular ده بس فوق الكسرة بتاعت العين كده علشان ادفي الميكوب بتاعي وحضرها وابتدي يعني احضر الكسرة بتاعتي فانت بتعملين الميكياج ممكن تلاحظ ان الكسرة بتاعتك مش مزبوطة او يعني واحدة طبع الفوق او واحدة نازلة لتحت وده عادي لان البشرة مع متن والوش مش معمول يعني مش معمول بنفس التنظيم فانت بس ارفعي علشان تمشي ورا الكلام الصحي يعني الوشك معمول بي ارفعي بس اا دقني كده لورا شوية وانت بتعملي الدمج حاولي تتخيلي الكسرة بتاعتك فين بالزبط فاحسن حاجة انك ترفعي دماغك لفوق شوية علشان تحس بيها ومسلا انا عندي هنا هتلاحظوا على طول هقرب شوية عشان تشوفوا عندي عين الكسرة بتاعتها حياتكو حلوة جدا تبان على طول شايف الخط وانا بعملو بالفشرة تبان ازاي versus دي لما تجي تعمليها هتحس ان ايه مش باين اوي مش واضح زي دي ليه لان الكسرة بتاعت دي هنا مرفوعة شوية والكسرة بتاعت دي هنا نازلة شوية فعشان كده لما اجي اعملها تحس ان فيه فرق دلوقتي انا اكيد مش هادر احط الوان دافية جامد جدا لان الماكياج نفسه بارد علشان هو على سيلفر شوية فهستعمل اللون اللي هو اسمه لالله هنا فطبعا انا عايز اعمل العين تكون زي السموكي كده شوية بس بطريقة كلاسيك وبطريقة نعمة سو حاجي اركز هرفع بايدي كده هرفع الحاجب بتاعشان عارف اشتغل واشوف الكريز بتاعتي وهاجي اركز اللون الغامق ده هنا كده هفضل اشتغل اللون ده جامد جدا فادي المنظر لغاية دلوقتي على قد ما تقدري ما تنزليش وما تبعديش لورا وما تنزليش لتحت ولو اللون نازل شوية ده زي ماري لاندي هتروحي تنظفي كل المكان ده وتحديدي كويس جدا هستعمل دلوقتي اللون ده من مورفي بروشيس 35M اعنو بالت قديمة جدا بس فيها الالوان اللي تنفعني فبالمورفي M330330 هاجي ادفي المكان اللي انا اشتغلت بيه ده فيه اللون البرتقاني ده زي ما انتو شايفين كده برضو من نفس البالت بتاعت مورفي اللون ده بستعمله كتير جدا علشان لما لاقي نفسي ام تقلت في الميك او قوي او حاسة ان الترانزيشن كولر مش ناعم كيفية بروح جاية حطوه على ام كل شغلي فوق شغل التاع الدمج علشان ادي له النعوم اللي انا بدور عليها وهاجي بس في الاخر هنا كده ادي له ايه شرية تدفئة علشان لما تيجي تبص التحت يكون الترانزيشن بين ايه نعمة مش تختخ خلطوها راجع بلون رمادي خالص علشان احطه برضو على القسرة علشان اقوي اللون بتاع السموكي لو حسيت نفسك ان اللون بتاعك تلع او غمق زيادة عن اللزوم وتلع على فوق ممكن تيجي تهديه باي بريست باورور كده وتيجي بس تعدى عليه شوية هيروح ناعم خالص هيتلاقي ناعم واللون هيهدى شوية عندك دلوقتي اختيار او الاختيار انك تختاري اي شادو يكون كريمي قوي 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 وتيجي تحددي به يا اما ممكن تيجي تاخدي الكنسيلر تحددي به الكريز بتاعتك وبعد كده ريحت عليه الاي شادو بتاعي انا عن نفسي مش فاكله خالص عملت ايه في ليلة رأس السنة بس كل اللي انا فاكريه ان انا استعملت البرودكت العظيم ده لان انا على الجفن المتحدد بتاعي او على بشرتي يعني نادر جدا انك تلاقي الحاجة علي بتلمع جامد قوي كأن لون بشرتي بيروح طافي لون المنتاج ومتعرفش اللي بيحصل بالزبط الا المنتاج ده ده الكريمي اي شادو من عند جورجو ارماني اسمه اي تنت نمرة خمسة هحط شوية كنسيلر بس على اه بتاعتي بتاعت ميكا فور ايفر هحط عليها بس شوية كنسيلر وهاجي قبل ما اعمل اي حاجة احدد كويس جدا الكريز بتاعتي وبعد كده هروح حط عليها المنتاج ده على طول عشان تحددي الكريز بتاعتك تاخذي اه فورشة يكون مبططة وتبقى رفايعة جدا من اولها كده علشان تعرفي تدخليها في كل حتة وانها هترسم خط مرة واحدة ما تتبكيش فلو هي مش كده بيليع كويس جدا وحاولي ان الاخر بتاعتي يكون متجراديت بحس انه يكون رفاعة جدا في الاخر يمسك كله مع بعض فالفرشة لازم يكون منظرها كده واردو مرة تانية الفائدة انك سنة الفوق بس اهو الكيرفين بتاعك معمول دلوقتي عايزين نستعمل البروتكت بتاعت جورجو ارماني ده هو اصلا الفيديو كله بتهايلي معمول عشان المنتاج ده يعني اوه مش هقدر اتكلم اكتر من كده مكتوب عليه مكتوب عليه وبحقه حقيقي ان هو بجد ده بلنسبالي انا لو عايزة اسرف في حاجة حلوة جدا اكيد هيكون في حاجة شبه ده عمين منظر روعة بيلمع اللي حلو في كل ده انك مش هتحتاجي تثبتيه خالص انا عايت بيه كزا يوم بتهايقلي ورا بعض من كدر ما انا حبيت واغرمت في المنتاج ده وما حتة كريس كده مفيش باللكنه هاجح لنفس البالت بتاعت اه PURE COSMETIC انا حاجة اعمل كم انك دوبك ايه كأنك بتطبطب كده بس احنا مش عايزين لون غامق كتير في الاخر العين احنا بس عايزين نخبي ان اللون بيوقف هنا لسيت اديكم طريقة بسيطة جدا ان لو انت جفنك شايف انا بتاعي بطبق ازاي فعامتا البنات هتفتكر ان الجفن بتاعهم والكسرة بتاعتهم بتبتدي في الحتة دي ده غلط لازم تطلعي على الكسرة دي سنة علشان ترسمي الرسمة اللي انا رسمها وكل ما تبعدي عليها كل ما تحط النموش بعد كده هتفتح عينك هتحس ان الجبد الكسرة بتاعتك متحددة كويس جدا فاطلعي فوق الكسرة دي شوية علشان تعرفي تحددي بالطريقة اللي انت عايزاه لان انا زمان كنت فاكرة لما يقولولي الكسرة بتاعتي كنت اجي على الحتة اللي متطبق دي وقف عليها وكان الميك اوب ما يطلعش حلو خالص الدرسمة بتاعتهم كتش تطلع حلوة فعشان كده اقول لك ركزي في دي وقبل ما اكمل اي حاجة هحط خط بسيط جدا على الجفن المتحرك مش عشان اعمل اي لاينر او لو حبيتي ممكن تعملي بس علشان لما اجي ازق الرموش بتاعتي ما تكونش باينة هستعمل لنهاردة رموش برضو جامدة جدا عشان للك محتاج رموش غنية وهستعمل انتوكسيكيرينج من عند فلورل لاشيز علشان انا عميش بتليق جامد جدا مع الرموش اللي هي مصحوبة بحس ان انا شكلي بها زي الايليون بس ممكن انتي تحطي الرموش اللي عجبي ركبت النموش وعلى بار ما تنشف وتتزبط كويس اه هروح حط اتنين جليترز على الكريس من هنا تحديد بتاع الكريس هو اصلا اللي هاتف بتاع اللوك ده كله ان انا كنت احط حاجة فيها شيموري فيها حاجة بتلمع فيها جليتر فهلقبت اه احسن جليترز في حياتي بتهيق لي اللي هما من عند اسموهم هافي مادلز وهستعمل بايرو والتاني فوقه اسمه اي سي دي سي هستعمل ده الاول علشان اصلا 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 انا وانا كنت بتمكيش في لترز انا عملت غلطة حبيت احط ده عشان قلت ده هيطلع لونه خفيف اللي هو اللي اسمه بايرو بس لما حطيته كانه اخد اللون الاخضر وبقى كله اخضر بس انا قلت انه مش عايزة اطلع شكلي شبه اه شجرة الكريسمس فارحت حتى فوقي ده على طول فدبك حطيت خفيف من الجلير ده وفوقي رحت حتى اللون التاني وطلع بجد شكله طحفه خالص بتاع الجلير ده بجد بتسمحلك انك تعملي تحديد حلو جدا على يعني خطوط هحط النهارده حاجه جديده برضو بجربها جورجو ارمامي برايت ريفليتر لانه بيقولوا لو انتي عايزة بشرة بتلمع قوي حطي ده وبجد بيخلي البشرة بتلمع وفيه لاز كتير يعني بتحلف بيه فقلت ان انا ايه هجربه فوق كل حاجة النهارده انا عايزة الاخبط اتنين فاونديشن عشان ببشرتي غريبة شوية وعايزة فاونديشن البشرة بتاعتي تكون تلمع قوي وتكون غلوي اوي زي الممثلين في السينما هستعملي النهارده يعني ميكس كده بتوين ميكا فور ايفر ايج زي اه نمره بتاعي تلتمية خمسة وثلاثين والمايسترو غلو من عند جورجو ارماني وانا نمرتي اه ستة وخمسة وعشرين امكي سوري اللي هو من عند ميكا فور ايفر الاركام والالوان النهارده من لاخبطة معي خالص من جوه يعني من النص كده هحط اللي هو جورجو ارماني وهاجي افرد كل ده بالسبونج بتاعتي من عند الريال تكنيك وانا انظروا على هذا الفاونديشن بتاع ميكا فور ايفر يسيح على طول في البشرة بطريقة يعني كأنها بشرتي بموت في الفاونديشن ده ومن عند جورجو ارماني بديكي بشرة 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 مهتمة اي اي اليمنيشن احبت ذلك هستعمل انه هده كينسيلر جديد ادي من عند نارس زي ما انتو يعرفين على الانسجرام وردتون انا كان فيه فاكتج كبيرة وحلوة جدا من نارس جتلي واعمل عليها فيديو بس الكنسيلور صدورة من عند نارس عايز اجربه من نهاردة عايز اجرب اللي هو اسمه لايت 2.8 هحط هذا النهاردة علشان انا عندي الهلات عاملة هلات مجلجلة اليومين دولا انا مش عافظة ان هما جددوا الفورميلا بتاع نارس ولا لا بس انا عمتا عندي خبرة حلوة جدا بها لان انا كنت بس تعمله يعني من كم سنه من ثلاث اربع سنين متحقلي اول ما طلع كنت روحت جابته على طول وكنت بس تعمله الكنسيلورز بتوع نارس يعني صراحة انا حبيتهم جدا بس انا حسن ايه هي منتج من المنتجات اللي يا تحبيها قوي يا ما تحبيهاش خالص مش عارفة ليه عشان الميكوب غزير وكبير وحلو النهاردة حبيت اعمل كريم كونتور علشان اعمل كومبليمينت كل حاجة فبس تعمل انا من عند نارس اللي هو تريني داد اللي هو الفيلفت مات علشان اعمل بس شوية كونتور خصوصا في الحتة دي الحتة دي هدي عندي اهم حاجة يعني الباقي مش مهم قوي وده البرودكت ده يعني حبة صغيرة كفية جدا مش لازم تعملي منه كتير هعمل دنج علشان كمان مع الفاونديشن يكون شكله طبيعي خالص اذا من شايفين بيطلع شكله ريلي نايس في اخر اخر الطبيعة بيبقى حل قوي ناعم سون كيست اعمل بس قلم علشان اسود باللون اللي اسمه اللول اللي انا حطيته فوق الجفن هاجي بس اكمل الرسمة بتاعي التحت علشان انا عايزة السموكي اللي مبتدي هنا ده هاخده من نفس الحتة وهاجي اكمل به تحت كويس جدا من البالت بتاعي بير مينرالز هاجي هستعمل الكنتورين بتاعهم هنا علشان اسبت الكنتور بتاعي والمرة هستعمله بفرشة كده كبيرة بكاز عايزة انه يكون ناعم جدا وعلشان انا مدمنة بالبلوش ده اللي هو ني اكس ديو كروماريك اللي هم بتاع ده بالضبط اسمه سنتريكا ياما دي سي آي بي زيرو فايح حاجة من الاتنين مش واضح هاجي اخده بالماج بروش بتاعتي بس كده وهاجي حطاه على الخدود علشان انا عايزة اللوك اللي هو يكون مسلا بيلمع شوية بس انا بحب الكورال الحاجات اللي هي لونها على برطقان شوية في البلوشات بحس ان البشرة امحية زي كده بتليق عليها اكتر وبتخليها مجد حلوة جدا هاجي على الايومنيشن بحبه جدا من عند اسنس برضو قديم جدا بس بحبه قوي 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 في اللوكات دي لان بيمشي على الاتنين بيمشي على المكياج الدافي والمكياج البارد علشان الميكوب جامد جدا وقوي قوي على العيون حبيت اهدي بكتير على الشفايف حبيت احط حاجة بيتشي كده زي بقيت البشرة بس صراحة ان انا في الليدها ما كنتش حتى لمت لنفسي ما كانش فيه حدود حطيت لون احمر غامق جدا وكان المنظر روعة حبيته موت 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 بس عشان الفيديو بتاع النهادة وانا عارفة ان فيه مانات كتيره باشو بتتمكيش بالطريقة الجامدة دي حاولت اخلي بالي شوية وقلت اوكي ماشي هنحط حاجة خفيفة شوية هستعمل الليب لينر من عند النارس اللي اسمه فانس او فانس هبقى اكتبلكو اسمه تحت الفيديو بس هستعمله عشان بس احدد الشفايف اللون ده طلع حلو جدا على الشفايف بس هو طلع بني زيادة على الزوم من اللي انا عايزة وليس مانات لان انا هروح احطه في اي دلوقتي اللون الاسمه فوال من عند اربان ديكاي ده كان من الكلكشن بتاعت ام اربان ديكاي تلعت في السفايف اللي فات سو بتهايلي هاي هتكمل اللوك ده بتريعه حلو جدا بس كده يا بنات هو ده اللوك الاخير بتاع الميكوب اللي انا عملته لعيد الحب او لليليندرا هالسنه بس انا بجاد 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 بحب اللوك ده جامد جدا وانا بموت في الميكوب الكتير فانا قلت ان السنانات دي مش همسك نفسي قوي من ناحية الميكوب اللي انا عايزة هحطه اللي انا بحب هلبسه هلبسه وهشاركو بكل التكنيكس التواري اللي هي تعملي بيها ميكوب سهل وكل حاجة وعلى طول طبعا اقدم لكو منتجات كديدة علشان تتعلموا عليها او تعرفوا عليها اللي انتو عايزينه والالوان مع بعض جامدة جدا قوية جدا وغنية قوي ويعني ايه عيون عيون سحرية يا الله مش هو بلانتاين برده ولا انا غلطانا اتمنى انكم تكونوا حبيتوا الفيديو ده وانكم استفدتوا منه كتير باو الاغات المرة الجاية مع كريستينا على كريستينا حنا